أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفقرة الأخيرة من الأهل في رمضان بيسعدنا أن يكون معنا واحد من النقاد الريادين العظماء على المستوى التحليل وعلى المستوى الشخصي بنرحب طبعا بيدفنا النهاردة الأستاذ محمد القوسي مساء الخير عليك أستاذ محمد كل سنة وانت طيب رمضان كريم والأهل بخير مساء الفلاء كابتن سعيد بتواجد معكم مع فارس وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل سنة والسادة المشاهدين طيبين يا رب دايما أعياد وأيام مباركة رب علينا كلنا إن شاء الله بإذن الله قبل ما نخش في الدوري وعودة النادي الأهل للبطولة المحلية عايز أعرف رأيك في المشوار للأفريكي لغاية دلوقتي وصول النادي الأهل المرة 18 لنصف نهائي بطولة أفريكي والجزء الثاني تقييمك لموسيماني في اعتقاضي الشخصي بعض الناس كانت بتنتقد موسيماني رغم الأرقام الكبيرة جدا على مستوى البطولة الأفريقية على مستوى البطولات في فترة صغيرة جدا ودايما بنقول في بعض الأخطاء الفنية في تغييرات نروح ونيجي في هذا ولكن يبقى موسيماني بيؤدي دور أكثر من رائع مع النادي الأهل تمام يمكن نبلي مدخل في دي يمكن طبعا عايزة يعني نعرج على المباراة العظيمة اللي بتلاقي في دورة أبطال أوروبا يمكن مطش الريال مادريد ومن سيتي الواحد نفسه يعني حتى لو ما نبنرش مش قادرين نوصل مستوى ده كابتن هاني يعني نحنا يعني على اللي نقلدهم يعني نفسي نقرب يعني شوية نفسي نتعلم نفسي نستفيد نفسي الأجواء دي تبقى عندنا في مطر الجمهور بيشجع ازاي اللعبة بتلعب ازاي المديرين الفانين برا بيشتغلوا ازاي الحكام بيشتغلوا ازاي الدنيا هادية ازاي تقبل الناس للتحكم ازاي ايا كانت القرارات تعامل الحكم مع الفارس ازاي مش شفناش كل هدف يعني فيه سبع هدف النهاردة لو سبع هدف دول في الدورة المصري كانت تقريبا وقفنا سبعين دقيقة في المباراة فدي حاجات لازم نتعلمها لازم نستفيد من ده وإلا احنا بنتفرج لي يا جماعة يعني أنا نفسي حكامنا يتعلموا لعبتنا يتعلموا جمهورنا يتعلم احنا برا نتعلم ازاي نتقبل ثقافة الفوز وثقافة الهزيمة وكمان نتقبل فكرة مفيش حاجة اسمها برا وفيش حاجة اسمها جوة دلوقت في الكرة القدم انت بتروح تلعب المتش ده كنت عايزة اسألك السؤال دوت تفضل ان يطبق هذا القرار على مستوى البطولة الافريقية على مستوى تصفيات افريقيا ومسأل مؤهلة لكاس العالم ان خلاص مفيش الجوني تحصل بالزبط اتفضل ده يحصل دلوقت بالزبط يعني مثلا القعدة دي المصري اتعادل اتنين اتنين مع نهض بركان وطلع لو افريقيا بقى زي اوروبا افضل ده بمعنى ان اوروبا لها اجواء النهاردة ريال مدريد كانوا بيلعب في ملعبه وفي مدريد مفيش حد بيحط له ليزر محدش بيهجمه محدش بيرمله ازايز محدش بيعمل له رعب محدش بيعمل له ارهاب بيروح ويجي بسلاسة بيروح ويجي بسهولة لكن الاجواء المرعبة اللي الفرق بتروح تلعب فيها ده احنا بنابقى عدين قدام التلفزيون اللي ببقى خايفين ومتوترين من الفرق بتواجه هناك فاعتقد ان في افريقيا صعب جدا انا كافل لماك تسجل برا ملعبك فده بتبقى حاجة صعبة جدا فالميزة تظل في افريقيا الى ان الكورة تتطور في افريقيا وتصل المستوى اللي حق العدالة الكاملة انا شايف ان النظام اللي معمول في اوروبا ده نظام عادل ونظام معترم جدا وكله حيستفيد منه لكن في افريقيا صعب جدا لانك لما بتروح شوفنا حصل معنا ايه في السنغال الاجواء مختلفة شوفنا حصل ايه معنادي اهل في المغرب في ملعب نارد بركان الاجواء مختلفة اجواء يعني انا اسف في اللفظ من قصين اجواء فيها رعبة كتيرة جدا بس هو هساعد لان انت لما تلغي قعدة الهدف خارج الارض بهدفين انت هتساعد ان الفرق لما تيجي تلعب خارج ارضها تقدر تلعب بصيقة هجومية اكتر بصيقة موادها كويس فده هسهل على فكرة هيقلل كتير جدا من حساية المباريات لان انت بتروح عامل حسابك ان الهدف هيجي خارج ارضك بهدفين وبتكون الامور مشحونة انما انت هتلعب مباراة على ارضك خارج ارضك الكرة هتبقى مفتوحة اكتر الكرة هتبقى هجومية اكتر اعتقد ده ممكن هتزود شوية هتزود شوية انه هيبقى فيه كرة في اي مرش يعني هتقولك انا حاجة دافع وحخطب جون مثلا يعني الدنيا هتختلف شوية يعني شوفنا ريال مدريد ده بيلعب بهاج اميش حاجة اسمه بره ملعاب انا بلعب وبهاجب واجب اجوان لان النتيجة دي محسوبة عن نتيجة جاية وحتى لو جبت مهما جبت جابت تلات اجوان عادي زي ما يكون جبتهم على الارض مالعاب لكن فكرة ان في افريقيا العملية صعبة جدا العملية دي مش كورة دي اجواء مرعبة واجواء رهيبة جدا واجواء غير انسانية يعني مثلا حتى في ماتش البرامج زواء ومازينبي بيلعبوك الساعة ثلاثة في عز الحر لان عارف ده يتأثر عليك بيلعبوك في عز رمضان وانت صايم وده حاجات حتى الفيفا ما وفيش عليها بيلعبوك عن جيل صناعي والملاعب دي مش موجودة في كل العالم ممكن الاهلي يواجه الماء زقدام مع مفاقص طيف عايزين المباراة لملعب نجيل صناعي عشان يؤثر علي انه عارف الاهلي ما بيجدش عن ملعب دي فدي يعني اجواء غير طبيعية موجودة في افريقيا اتمنى لو انتهت فارس الاجواء دي لا طبعا اهلا بالغاق عادي الهدف عايزين تنظيم وتعديل كبير جدا في المسابقات الافريقية على كل المستويات بنيا اساسية وملاعب واستقبال وجماهير فعايزين التحكيم احنا عندنا تحكيم كارسي في افريقيا الحقيقة يعني انا مش عارف ليه الحكام بيبقوا متوترين طول الوقت الافريقيا ويروح يزعى للعيبة ويتعامل بتواته وتعرض النهاردة بنشوف الحاكم في منتهى الهدوء واحصابه هادية جدا ومحدش بيجرى عليه محدش بيروح له ما شفتش لاعب في دورة عبطل اوروبا بيروح يقول الحاكم روح للفار دي حاجة كارسية عندنا هنا اي كرة تلاقي الفرقة كلها جرت على الحاكم وروحشوا في الكرة ومتشوفش الكرة يعني النهاردة كرة ركلة الجزاء تحسب الكرة خبطة في دماغه ولمست ايد لو عندنا خبطت في دماغه ولمست ايده ولا رحل فار ولا شفها كل اتصالات بتتمي في ثواني والدنيا بتنتهي اشتخاذ القرار السريع ده طبعا بيخلي الرتم وراه أسرع وعند لسه لسه احنا شوية بعيد شوية بس خلينا نتكلم فيه طموحاتك طبعا وعودة النادي الاهلي للدوري وخاصة المباراة طلع الجيش بوكرين طب قبل ده السؤال الحراك سألت في الأعامل اللي هو الخاص بيه دور الأبطال خصوصا في الأجواء اللي حراك قلت عليها آه الأجواء يعني أنا 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 ماشي في دور أبطال بأهداف ومراحل زي في دور المجموعات ان انا اصعد للدور للربع النهائي وقدرت ده اسوأ اصعدت اول وثاني الاهلي للموسم السادس على التوالب يصعد تاني وبفضل الله يكمل مشوار وياخد البطولة في الوصول بهدف إلى المباراة النصف النهائية آه في بعض علامات تفهم احنا الأداء مش عجبنا لأن طمحتنا كبيرة جدا في الناد الأهل يعني في النهاية انت بتتحسب على النتيجة وليس على الأداء لكن احنا بنطمح في الناد الأهلي ان أداءه يكون عالي كمان معنا تكتب وانا استمتع بكون تقدم وكون عنده الرهب وكون عنده شخصية وكون عنده الأداء لكن فيه ظروف الرهابي بشكل رهيب جدا أهزت بتتضرب ده ممكن يؤثر على الناس بالإضافة إلى بصرا ما فيش حد كامل يعني 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 شخصية اعترف انه مسلمان لي بعض الأخطاء يعني محتاجة علاج ومحتاجة طويل سوقفة تشكيل أفضلية اللعب اللي تناسب قابل الظبط اللي تناسب شخصية الناد لكن في النهاية دي قناعاته وهو بيحقق الهدف هو بيكسب ده المهم انك بتحقق الهدف بالظبط ده أهم حاجة فده مهم جدا أنا مدام حقق الهدف أنا مقدرش أتكلم معاك حتى لو كان ليه طموح انه كنت تتقدم بشكل أفضل وتحقق الهدف أكتر يعني أنا من وجهة نظري اننا كنا نقدر نكسب الرجاء في المرغ نقدر نكسبه بمنتهى السهولة وبفرق جون واثنين وثلاثة لو احنا دوتنا واجبنا لكن في نهاية اللي بيدير موسيماني واللي بيخطط موسيماني واللي بيحقق الهدف وحقق لنا شوفنا معاه لنا معاه تجارب سابقة لنا معاه ماضي جميل ادري حقق لنا كسل دور الأبطال مرتين وربعة دي السوبر مرتين وربعة دي اتنين برونزية فطبعا ما حد شدر تتحدث طيب في ظل الأجواء كمان الحاجة بتتكلم فيها طبعا احنا عايزين نؤكد يعني نادي الأهلي ونادي الرضاء حصل حتى بيان بيتكلم على الأشقاء واكيد العلاقة تظل ممتدة وخصوصا ان احنا بنشوف النادي الأهلي دايما بيحرص سواء في السودان او في المغرب او في مختلف الدول شوفنا كمان الترجي وهو بيهنينا بمناسبة ذكرى تأسيس النادي الأهلي العلاقات الجيدة دايما النادي الأهلي بيحافظ عليها وبيحاول يتخطى المباراة مسماني وعد ان الدوري ده مختلف عن اللي فات اعتقد حضرتك شوفت نتاج النادي الأهلي في الدوري كانت جيدة جدا باستثناء مباراة فيوتشار الى ان حصل المصري اعتقد المصري هل بتشوف ظرف استثنائي كان في ظل التركيز في مباراة الرجاء وهنختلف قدام طلاقة الجيش ولا شايف مباراة طلاقة الجيش مباراة صعبة ومش مضمونة بشكل كبير العمل الأهلي لغاية دلوقتي عمل عظيم في الدور انت في النهاية لم تتعدى المباراة وتقسر مباراة فمحق يعني نتاج من أفضل فرق 31 نقطة وعندك 3 مطشات لو كسبتهم هتبقى 40 نقطة هتبقى متصدر بالفرق خمس نقاط عن أقرب من فزيك الزمانك اللي هو 35 نقط فانت ماشي بشكل جيد وشكل منظم ما فيش فريق في العالم بيقدر يحفظ على مستوى بشكل كامل دايما انت بتحرد لظروف الأهلي بيلعب في بطولات عديدة يعني بيلعب في الدور الأبطال بيلعب في الدور عنده ضغط مباراة عنده سفريات عنده لعبت في المنتق بيتجي موجهاج كل ده ليه تأثير المفروض يكون ليه أعداد بشكل معين لكن لازم نعترف ان ده ليه تأثير معين على الأداء الفريق وعلى النتائج وان مش كل المباراة هتبقى بنفس المستوى المصري بشكل كبير جدا قدت إلى حسارة الفريق لكن اعتقد النادي الأهلي دايما لما بيختار مباراة اعتقد التانية بيقدر يستعيد توازنه سريعا لان بطولة الدور عنده مهمة جدا ولا تقل عن دور الأبطال فمؤكد ان الأمور هتكون مختلفة تماما في برات طلاع الجيش ما فيش شك طبعا أمور مختلفة ودايما لما بيكون الفريق هو اللي يعني زي ما بنقول عنده مؤجلات ده الليبر بول عنده مباراة مؤجلة الضغط هيكون على الليبر بول لانه لازم يكسب عشان يقل للفريق ده ونفس للأسف السنة اللي فاتت نحنا كنا عندنا مباراة كبير كان عندك مباراة كتيرة وبالتالي الموضوع مش سهل غير انك تكون بتلعب كل اسبوع متوازي مع الفريق المنافس وبالتالي الضغوط أكتر عن نادي دي نقطة النقطة التانية ايه رأيك كمان في وجود ان المباراة اللي جاي على مستوى البطولة الأفريقية حتى مباراة الزهاب هنا على أرضنا هنبدأ في القاهرة وتبقى مباراة العودة هتكون خارج الديار تفرق حتى تأهيل تأهيل المسيماني للمباراة دول أو للمباراة ديت على مستوى الدوري يعني المسيماني اللي جايين ممكن مسيماني يشتغل بشكل معين ممكن يطبقوا في المباراة على المستوى الأفريقي تمام بداية فكرة ان ليك مباراة مواجلة والمنافس لك زي مالك خلص مبارااته ده بيعمل ضغط عليك انت لان في النهاية زي مالك تكسب مبارااته بقى عليك انت انت محطوط انت تكسب عشان توصل للمستوى وتحقق الهدف ده ضغط كبير جدا عليك البعض بيعتبرها ميزة انك انت شايف المنافس ومخلص انا المنافس المنافس خلص خلص وخد نقاطه وقعد مرتاح وحط رجع على الرجل والقصة منتهت طبعا زي مالك داخلي في الموضوع يعني هذه ليست ميزة البعض كان بيعتبرها ميزة ببعض الأوقات الشمال الاهل يتأجله بالعكس الاهل لما يتأجله بردات كتير جدا يتعامل عليها ضغوط كتير جدا وممكن الظروف ما تكون مساعدة أبطال أنك تلعب المباراة الزهاب على ملعبك أو برا ملعبك يعني أنا من وجهة نظري طبعا يستحسن لو لقبت مباراة الزهاب برا ملعبك تبقى أفضل بحيث أنك أنت بتقدر تحقق نتيجة وتبقى عارف هتعمل بعد كده بعكس أنك أنت بتلعب والدنيا قدامك مش واضحة وانت مش عارف تتحقق نتيجة المطلوبة ولا لا لكن في النهاية أنت المفروض تبقى عمل حساباتك ومركز أمورك وبتحقق أهدافك بشكل كبير جدا وإن كانت الصعوبات اللي موجودة في الدوريات القرية يعني قدنا بنشوف في دورة أفضل ربع ما حدش بيفوس بأكتر من هدف شفنا في دور الربع النهائي كله كله باستثناء ماتشي مازينبي وبرامز الانتهت 8-0 كل الماتشيات انتهت بفرق هدف وحيد فقط لغير يعني في مبارات يعني مثلا التراجي خسر بفرق هدف في المبارات هدف وحيد الوداد هدف وحيد في الماتشين النادي الأهلي فرق هدف وقدر يتعادل فده في صعوبات كبيرة جدا لأن الطموحات بتعلم على كل دور ولكن على ذكر بقى طلاع الجيش بكرة طبعا يمكن جمهور النادي الأهلي عندنا خبر سعيد لفريق الشباب اللي شفنا مباراته مع الزمالك الجيش النهاردة اتنين واحد ونتيجة مهمة جدا ودور الشباب دوري مهم جدا عند الأهلوية أعتقد معنا فاروق صلاح يقدر يقول لنا نتيجة المباراة واقتربنا واللقب وجمهور النادي الأهلي أكيد سعيد ببطولة بتقترب من النادي الأهلي وشباب النادي الأهلي دايما في الموعد طبعا برحب بالكافر هاني رمض برحب بيك كافر هاني وبرحب بالزميل العديد محمد فارس طبعا والأستاذنا الأستاذ محمد القوصي اللي طبعا هو اسبعيد عن قطاعات النشئين ودائما بيتابعة معانا كل الأمور الخاصة بقطاع النشئين ودائما صوت يا فارس والكافر تنهاني رمض قال قناة الأهلي دائما وبرحب بالقب الأشبال ونحن بلسلط الضوء على قطاع النشئين مثل النادي الأهلي وإن قناة النادي الأهلي بتبقى منبر للنشئين مثل النادي الأهلي أول للنشئين على مصدها مصر النهاردة طبعا كانت الجولة قبل الأخيرة لفطولة الجمهورية للشباب موليد 2001 لقاء كان بيجمع ما بين الأهلي وفريق طلاق الجيش يعني نظر نقول أن الفريتين أول وثاني قبل المباراة طلاق الجيش طبعا 67 نقطة الأهلي 67 نقطة الفريتين بيتنفسوا على البطولة خلاص قبل جولة أخيرة شوت أول انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين ثم تقدم النادي الأهلي بهدف عن طريق لعب أحمد سيد ذريب من عرضية زياد طار في دقيقة 9 من الشروط الثاني ثم أدرك التعادل لفريق طلاق الجيش في دقيقة 19 عن طريق ركل التجزاء احتسبع الكابتن محمد عادل اللي كان بيدير أحداث اللقاء النهاردة ثم يعني هدف على طريق اللقاء ممكن في دقيقة 44 من شوط اللقاء الثاني محمد فخري من ركل الجزاء ايضا صحيحة للنادي الأهلي خلينا أقولك ان ركلة الجزاء كابتن هاني اللي احتسبها لكابتن محمد عادل تواقل النادي طبع الجيش صحيحة اللي احتسبها ايضا للنادي الأهلي ضربة جزاء صحيحة بعد المباراة طبعا للفرحة الكبيرة للنادي الأهلي النادي الأهلي خلاص بينفرق بالصدارة عنده 70 نقطة ثم فريق طلاع الجيش في المركز الثاني 67 نقطة طبعا كابتناني بتبقى على نهاية الدوري اسبوع دينا الجون بالضبط يا فارس الهلي هيدا بالجون ان شاء الله يوم السبت القادم على ملعب الاهلي بدينة نصر الاهلي طبعا يكفي التعادل بأي نتيجة ليه حسب البطولة فريق طلاع الجيش طبعا هيخرج لملاقات فريق بيرامد بملعب بيرامد تقد كابتن هاني كابتن محمد شرف تولى القيادة الفنية للفريق والفريق بيبعد عن استدارة ب 12 نقطة طبعا قدر ان نلعب 13 لقاء فاس في 11 لقاء وتعادل في لقائين فقط شفنا كلنا النتاج اللي شفناه من قطاع ناشئين في النادي الاهلي في الكاتر ربطة وقت الملفري الأول احتاج اللعيبة ايضا في مجهودات كتير جدا يا كابتن هاني حضرتك عارف طبعا البنية التحتية والدول اكيد يا فاروق ما فيش شك يا فاروق طبعا كل التحية طبعا ليك وطبعا للفريق ودايما بتكلم ودي نقطة مهمة جدا دايما ده الصف التاني للفريق الأول ودايما بتكلم اه حلو او ان احنا ناخد بطولة الشباب ده جميل جدا ولكن الأجمل كام واحد من هؤلاء اللاعبين هيكونوا متواجدين في الفريق الأول يكونوا نجوم المستقبل هو ده المهم وتحياتي طبعا للكابتن خالد بيبو اللي بيقوم بدور أكتر من الرائع يا ريت يا ريت نقدر برضو نبارك يا كابتن خالد بيبو نبارك له ها كابتن خالد يا بيبو ازايك ازاي كابتن هاني أخبار حضر مبروك يا حبيبي الفوز مهم جدا ولسه كنت بتكلم على دورك المهم جدا الفترة اللي فاتت والطفرة اللي حصلة في قطاع النشقين في النادي الأهلي حتى على مستوى إعارة الشباب خارج مصر ده شيء مهم جدا عشان يخشوا أجواء الاحتراب بشكل كويس ودايما بقول الأهم مش هي البطولة طبعا مهمة احنا متربيين على البطولة ولكن الأهم من البطولة واللي انتم شغالين عليه ان فريق الشباب دوت ان شاء الله يكون فيه ست سبع عناصر متواجدة مع الفريق الأول ويكونوا هما دول نجوم النادي لأهلي الفترة اللي جاء يا خالد طبعا كابت هاني بشكرك طبعا على الكلام المحترم ده الحمد لله طبعا النهاردة كان مكسب كان مهم جدا البطولة كانت بعيدة من موراة صحيح فاتت الحمد لله شرف يعني قدر يعمل مجهود كبير جدا والولاد كمان نتعدون ان شاء الله نرجع على تاني ان نتصدر البطولة بطول الشباب دي بالنسبة لنا هي مهمة جدا لأن ده اول فريق تحت الفريق الأول صحيح لعبة كلها لازلتوا عندهم الاستعداد النفعية وقت ان انت تشتغل مع الفريق الأول وشوفنا الحمد لله لما الفريق الأول احتاج مجموعة من تقديم كلهم عندهم بشكل كويس وعملوا حاجة كانت محترمة جدا انا بقول لك النهاردة كانت مباراة صعبة جدا في فريق طرعا كيش صراحة عمل موسم جايب جدا قدر النهاردة نكسب باتنين واحد في مصري كان مهم انا كابتن يعني بضم صوتك على ان انا اهم من البطولة هو ان انا اعمل لعيد ينفع اشخصية النادي لعيد ده المهم ده المهم ان انا لعيد يقدر في اي وقت الفريق الأول يحتاجه وهو ده دور الاسمة لقطع ناشئين ان انا اطلع مجموعة من لعيد في المراكز اللي بيحتاجها الفريق الأول يبقى جاهز في اي وقت كابتن خالد اكيد بابارك ايضا لحضرتك واكيد احنا شايفين تجربة مختلفة خدت اقطع الناشئين بالنادي الأهلي رحت به الحتة تانية عندك تفكير استراتيجي كل جمهور النادي الأهلي حسوا الناس بتتكلم ان شايف اقطع الناشئين بالنادي الأهلي تجارب حضرتك بتبص اكيد للبطولة وزي ما حضرتك قلت وكمان انك تمد الفريق الأول بلاعبين زي زياد طارق وغيرهم من اللاعبين الكتير جدا اللي شفناهم كمان التعاون اللي حضرتك عمله برا وفكرة خروج اللاعبين انه اكتسبوا ثقافة اعتقد ده كابتن شفنا الفترة الاخيرة ايه حضرتك شايف الفترة الجاة ممكن نقدمه وايه اللاعبين اللي انت شايف انه ممكن يكون لهم فرص في الخروج برا او الفريق الأول ربنا خليك فارس طبعا على الكلام اللي انت بتقوله ده ما حضرتك تستحقه يا كابتن الله ايه حضرتك تستحقه اكيد وجمهور النادي لقال كله لامس ده يعني ربنا خليك كمان بص عسان الموضوع اللي فيه استراتيجية تحطت من مشفع مع الكورة مع لجنة التخطيط ان ازاي ان انا بعد اطبع ناشئين يقدر انه يستفيد منه الفريق الأول وقدر ان انا اشتغل على الامكانات اللي عندي طبعا كان شغلي كبير جدا اتحط الاستراتيجية من سنتين وانا انا نفس الكلام اللي محطوط من لجنة التخطيط ولمشفع مع الكورة كانت محطوط وخطيط ان ازاي نستفاد باقصى اقصى يعني اقصى استفادة من خطاع الناشئين اشتغلنا على كذا محور محور اساسي ان انا ازاي اشوف الاماكن اللي محتاجها الفريل الاول وانا اشتغل عليها وانا اجهز اللعب ان اللي محتاجه الفريل الاول ان اشتغل ده يبقى جاهز مين في المين محور التاني ان انا ان انا مجموعة من اللاعبين يقدر ياخد الطابع الاوروبي يطرع من ثن صغير واحنا الفكرة ان ان شاء الله في الفترة اووروبا اقدر ان هم ياخد الخبرات من السن الصغير واقدر انا تفيد بين هم كنادي من خلال كذا طرية المحور التالت كان المهم ان ازاي اشتغل بشكل مهم جدا في الفترة الاخيرة ازاي يبقى عندي بنية تحت قوية جدا والحمد لله احنا ماشيق بالخطوط دي كلها والحمد لله ربنا بيكرم اخر قرم يعني ان حضارك عارف ان شغلة تحق طويل بياخد وقت طويل يعني مش على طول بتجنس مارو انما طبعا يعني الحمد لله الدنيا مش بشكل اسرع ومش بشكل سريع جدا وشوفنا النتاج سريع طبعا وانا معاكم فرصة طبعا اشكر كل الناس اللي اشتغلت يعني في قطاع ناشئين قبل ان هما الروساء المدربين اللي اشتغلوا لان هما اسسوا حاجات كويسة جدا في قطاع ناشئين وانا جيت كملت شغل معا شغل قطاع ناشئين ده شغل الطرق خالد طبعا كابتن خالد طبعا انت زيما انت بتقول الناس حسة ان في حاجة بتحصل وده اللي كنا عايزين يعني نتائج قطاعات الناشئين بتاخد خمس وست سنين عشان نبدأ نشوف نتائج لكن بصراحة المجهود المعمول بدأنا نحس بيه بشكل ايجابي خطوات كلها مدروسة بشكل كويس ومهم جدا العلاقة ما بين المدير الفني الفري الاول وقطاعات الناشئين ده علاقة وثيقة جدا جدا وكمان نظرة مستقبلية يعني لازم من دلوقتي لو محتاجين رأس حربة يبقى رأس الحربة اللي عنده 15 سنة مميز في النادي الاهلي ده يتم تطويره بشكل كبير كابتن خالد بنقولك مبروك على مباراة النهاردة كابتن شرب بنقولك مبروك وكل اللعيب مبروك وان شاء الله بالتوفيق في الفترة اللي جاية عندنا فاصل عندنا فاصل اكيد كابتن هيني وحنطلع للفاصل ونرجع لضفنا النقد الكبير أستاذ محمد القوسي أو تروحوا في أي حتة الاهلي في رمضان نرجعنا لكم والاهلي في رمضان طبعا تم إعلان تقم تحكيم مباراة الاهلي وطلع الجيش غدا هيكون حكم ساحة محمود البنة وعلى الفار أحمد الغندور نتمنى ان احنا نشوف تحكيم جيد يليق بمستوى المسابقة قبل ما يليق بالنادي الأهلي وكل فرق الدور المصري لأن ده عنصر مهم جدا في إنجاح المسابقة هروح لحضرتك واسألك سؤال مهم جدا النادي الأهلي كان عنده بيان عايز حكام من حكام النغبة أو من الدوريات الخمسة الكبرى تعذر ان اتحاد الكرة يوفر ده لضيق الوقت النادي الأهلي برضو أصر على يعرف ان ده حيتم توفيره بعد كده ولا لأ النهارده بيتم تعيين حكم زي محمود البنة حكم جيد بتشوف ده في إطار تعيين حكم زي محمود البنة ازاي بتشوف بيان النادي الأهلي ازاي ورد فعل اتحاد الكبرى تمام عايز قبل اللي أدخل دي علق على المداخد كابتن خاتبي والحقيقة عندي إشادة وامنية عندي إشادة باللي بيحصل في قطاع الناشئين دلوقت إنك لما تجيب خبير أجنب القطاع الناشئين لم تشتغل عليه بشكل كويس جدا لما تجيب مدربين مميزين لما يكون عندك اهتمام كبير جدا من قطاع الناشئين فده مهم جدا ورائع وانك تتصدر البطولة وتخودها لكن أمنياتي إن قطاع الناشئين ده يكون هو المغزر الأساسي للفريل الأول اللي يكون اتبقى بالنادي الأهلي لا سيعمل نادل أهلي رقم واحد اللي بتجيله كل أي حد في مصر وأي طفل بيتمنى إنه يجي النادي الأهلي فده مواهب أنا نفس المواهب دي اللي تيجي أشوفها مستقبلا في الفريل الأول يعني أشوف أنا بعد خمس سنين عندي لعب فلتح هيبقى أماد متعب هيبقى في لافيو هيبقى قريب من اللعب العالميين كمان يا سيد محمد يعني قطاعات الناشئين بره مثلا إحنا عايزين الساي مثلا عايزين راس حرب هو ده بيبدأ يبقى فيها جماعة لازم لازم قطاعات الناشئين تشتغل على راس حرب خلال الأربح خمس سنين جايين يكون عندنا راس حرب كويس هو الكلام ده يعني أنا شاف مثلا عندي الأطراف في النادي الأهلي مثلا محتاجة فلازم أشتغل على الأطراف عندي عايز مهاجم في النادي أهلي يبقى 15 سنة ما طلاش عندي مهاجم كويس والعشر سنين يبقى اشتغل على المهاجم ده ولازم ده بعد الست سبعة سنين يكون عند مهاجم سوفر يبقى موجود في النادي الأهلي يبقى كل المراكز اللي عندك بس بدأنا نشتغل هو ده يعني بحيث طبعا عندنا لعيبة كتير عندنا يعني حتى التبروبة اللي لابت لابت في الممرحل الفاتت تحت عشرين سنة ولابت لعيبة مميزة جدا وكانوا بينين يا كابتن هاني انه هم متأسسين صح وفنيا وعندهم وعي خططي وعارفين فنيلة ده حاجة يعني دولة اللي حيبقوا عارفين اللي عارفين انت ما النادي أهلي اللي متربيين صح اللي مبنين صح من الأساس لأنك دايما النادي أهلي في الناشئ بيشتغل بتربى بدنيا صح وفنيا صح واخلاقيا وسلوكيا وبتربى على مدين نادي أهلي وقيم نادي أهلي وبتربى على انتصاراته وبتربى على الحاجات كتير جدا لما بتجيب حد مبارا مميز بس بيكون مفتقد بعض الحاجات دي اللي مش موجودة مهم جدا ان ده يكون موجود حتى لو تستعامل بالمحترفين محدش أنك ما تجيبش لعبها من بره ولا لعبها جانب ولا لعبها من الدوريات بس ده يكون تطعيم وتدعيم بشكل أفضل بكتير جدا من اللي عندك بحيث اللي يجي يضفلي بشكل كبير جدا يضفلي لعبت يعني هو راح حصل دلوقتي وشوفنا حتى شاء الله نشوف ده بشرح المحاور واضح أن فيه تنصيق وكابتن محمود الخطيب يعني لا يقلو جهدا هو ومجلسه أكيد في أن هم يحققوا ده والتمام يعني منظومة نادي أهلي في الناشئين مش هتنجح إلا زكاة منظومة الناشئين في مصر كلها نكحة يعني تعمل لأجواء مميزة تتوفر لعدالة برضو في التحكيم وتدي الناس وتتربى الناس على احترام الأوكام وتزرح ثقافات جوه الناشئ أخلاقيات زي احترم المنافس زي لما أختر احترم المنافس وهني واحترم الحاكم وزي يتقبل القرارات أي أن كانت وعلى دارة نادل تتصرف من هنا نخش على التحكيم وبالتحكيم والتاقم محمود البنة الحقيقة أنا بعتم محمود البنة واحد والحاكم رقم واحد في مطر وحاكم مميز جدا وحاكم يعني كنت أتمنى أنه أبقى موجود في كاس العالم الحقيقة ولكن شيء غير جيد أن مطر يبقى لاش حاكم في كاس العالم ده دليل عن منظومة التحكيم عندنا ده الطبيعة فيها حاجة غلط فيها حاجة غلط يعني فلو فيها حاجة صح والأمور مزبوطة كان يبقى عندك على الأل طاقم كامل موجود في كاس العالم رسفيات كاس الأمم الجولة الحسيمة كابتن هني دايماً بيتكلم وأنا برضو قلت عشر مباريات مفيش حاكم مصري واحد المشكلة يعني وليس قاسي جدا على أي أحد في المنظومة الكرة القاد النادي الأهلي عنه كتير جدا يعني يمكن الدور السنة اللي فاتت شفنا أخطاء كتير جدا يعني أنا مش عاد حد يتكلمنا على الأخطاء الفنية الأخطاء الفنية كل فرق العالم بيحصل في أخطاء فنية والأهلي خسر من خلالهم سواء أخطاء لعبين سواء أخطاء مدرب ده كل وارد ده طبيعي لكن ده مش معناه أن أنا أخطر بسبب أخطاء تحكيم أنا أدين حقي وسيبني فني أخطر فني مما أخصرتش فني ده حاجة ثانية بس هم ده اللي كان بيدور عليه النادي الأهلي والأهلي يعني عنده هاجس وقلق أن يتكرر ما حدث في الموسم الماضي وتتكرر نفس الأخطاء لا سيما أن ده ظهر في بعض المباريات عشان كده النادي الأهلي تقدم بطلب أنه عايز حكام أجانب وعايز حكام على مستوى عالي جدا ما تجيب ليش أي حاكم أجنبي والسلام عايز حكام من حكام الصف الأول وده مهم جدا فرد التحدي الكوري أنهم مش قادر يجيب حكام من الدولات اللي هو اللي هم أعظم حكام في العالم اللي موجودين يعني وبالتالي هو عجز عن نحقق هذا الهدف وجاب الحكم رقم واحد في مصر أعلى واحد في مصر محمود البنة دي مرتبطة دي في رأي حضرت ده شيء مهم ده شيء مهم جدا نوفر لحكم يحقق للعدالة يعني وأنا أتق في عادية محمود البنة إن شاء الله يقدر يحقق مباراة مميزة ويحقق العدالة الكاملة نحن ولا نطلب أكتر منه كل واحد ياخد حقه يعطي كل ذي حقن حقه يعني لا تجمل الأهلي ولا تجعل الأهلي ولا تجمل طلع الجيش ولا تجعل طلع الجيش ادي كل واحد يتحققه لو ميزان العدل موجود إحنا هنبقى سعادية قدينا إحنا متفرج على ماتش ريال مدريد والمانسيت النهاردة مش حاسين بالحكم ما عجب أنت أو بالمباراة أنا مباراة عسين أنت بص النهاردة كان فيه ثلاث ماتشات في الدول فلو أنت قلبت ورحت هناك ما تقلبش ما بقولك لو ألبت مختلفة تماما أو وجواء مختلفة ما فيش مقارنة إن أروحت فين اللي جابني هنا واخد بالك فمش حاسين بالحكم مش حاسين به ما أنا مش عايز حاسين بالحكم طول ما أنت مش حاسز بالحكم في الملعب فالحكم ممتاز يعني لو محدش جاب سيرت الحكم وخالص ده هو ده نجاح الحكم هو ده نجاح الحكم إنك ما تحسش به لكن لما الحكم يفرض نفسه عليك بتدخلاته وبعصبيته وبنرفسته وبقراته الغير عادلة في بعض الأوقات بص أنا يعني متأكد إنه فيش حكم بيقصد إن يخطئ لا ده تماما نزالة الحكم لا حدش بيجي جنب نزالة الحكم لكن القدراته القدرات هي القدرات من تعمل الإيمال الإيمال جزء من تجير المعايير هي القدرات وإنك إنت يكون الحكم مركز ليقتل المدنية عالية ليقتل الزينية عالية ليقتل نفسية عالية الوان التشيرتات مش موجودة لها حاجات مهمة جدا نتمنى أن يتوفر ونتمنى أن نادر أهلي تتوفر العادلة الكاملة اللي تساعد على أجواء مناسبة لبطولة مناسبة وتطلع بطولة الدوري النظيفة وشريفة وبعيد عن أي أحطاء تحكمية تؤثر على البطولة وتوجيها لأي تجاه ده اللي هدف صحيح صحيح دي على مستوى الدوري كمان أمنياتك بقى على المستوى الأفريقي يعني على المستوى الأفريقي إحنا بنتكلم قدامنا إنجاز إن شاء الله يضحق ما تحقيقاش قبل كده إنك تحصل على بطولة الأفريقي ثلاث مرات اللي انت شايفه اللي يتعامل خلال الفترة الجاية من خلال المبارات الدوري علشان نبقى كمان مؤهلين بشكل كويس نعمل أداء ونتيجة جيدة في نصف النهاية الأفريقي طبعا ده كابتن نهاني يعني إن شاء الله هيحصل بإذن الله لأن الأهل بقدراته وبشخصيته بلعبته بقدر يتعامل مع المبارات الكبيرة يعني خلاص بقية ثلاث خطوات ماتشين ذهاب وعودة والماتش النهاي اللي احنا مش عارفين برضو دي مشاكل كبيرة جدا مش عارفين نهاية تهاب في الغد الوقت يعني خلاص المربع زها بتحدد أطرافه أين تلعب المبارات النهائية طبعا في كلام إنها هيحصل خلال الأسبوع السبعة أيام المقبلة قد يكون في السنغال قد يكون في جنوب أفريقيا السنغال هي الأقرب أنها تستضي في النهاية لكن أنا نفسي نبقى برضو يعني نتعلم من الدورات الموجودة في كل أرحاء العالم إن أنا وإنا ما أعمل أقارة الدولة للتنين وثلاثين أحدد الدولة اللي حتستضي وأبقى عارف ده ومحدد ده نعم بداية البطولة اللي جاية هتكون النهاية في الحالة الفرنية وفي ناس بتوعب بيحددها المدة وحددها المدة سناتين ثلاثة يعني أقول في 22 في مصر و23 في المغرب و24 في جنوب أفريقيا مزبوط يجي الفريق من جنوب أفريقيا يجي من مصر أنا مليش داخل بالقزية ده حاجة متحددة من زمن بعيد جدا يعني لكن السنة اللي فاتت اتحددت المغرب وكان على أمل إن الوداد يوصل وموصل سنة دي المغرب الجزائر مصر ثلاث فرق مشاركة من شمال أفريقيا وحرك عارف حسيات المباريات ولسه الملعب لم يحسن يعني الاتحاد الأفريقي كان من الاتحادات القوية المنظمة اللي كانت لها هبة كبيرة جدا واللي كان لا يشق له غبار واللي كان لا يكسر له قرار واللي كان لا يتراجع في أي قرار لكن الاتحاد الأفريقي منذ أنباته تحت وسائط الاتحاد دولة قدم والأمور اتزدت الحقيقة بشكل كبير جدا حقيقة للأسف نتمنى أن الأمور تتعادل إن شاء الله الأمور تتضبط وده عمل اتزاز كبير جدا سواء على مستوى المستبقات أو إدارتها أو على مستوى الحكام اللي موجودين في القرى الأفريقية النادي الأهلي داخل على إنجاز تاريخي إنك تتحقق البطور للمرة الثالثة على التولي ما حصلت شمكي الأهلي قبل كده فاز بها مرة ثانية على التولي وحقق المرة الثانية مع موسيمان وقبل كده مع جوزي نتمنى أنه ده يحصل أنا داخل على والحقيقة إنه فيه فرق قوية جدا خرجت من البطور زي فريد ساندوس واحدة من أقوى الفرق اللي بتاع بكرة جدا ومميزة جدا وفرق المزعجة جدا يعني عندك فرق تلعب طموحات كبيرة جدا الوفاق ستيف عندك أتلتك والوداد فريق طالها الوداد فريق ليه تاريخه ليه اسمه إنه تمنى النادي أهلي إن شاء الله يوفق ويحقق العدف المطلوب إن شاء الله إن شاء الله أكيد يعني كنا معاكم في الأهلي في رمضان وأنا أكيد بنشكر حضرتك قبل أي حاجة كانت أراء مهمة جدا وكلنا أكيد استمتعنا بالفقرة وأكيد بشكر كابتن هاني استمتعت مع حضرتك في رمضان وكانت خير رفقة يعني خير صحبة مع حضرتك ونتمنى نكون أمتعنا المشاهدين ونتمنى نكون قدمنا رسالة إن الأهلي في رمضان هو بيت العيلة كل سنة وكل مصر بخير كل سنة طيبين أنا كنت سعيد معك جدا يا محمد وإن شاء الله طبعا بنشكرك يا أستاذ محمد على تواجدك معنا وبنشكر كمان حضرتك وجمهير النادي الأهلي وكل مصر ونقول لكم كل سنة ونطيبين رمضان عدى بسرعة جدا كالعادة لكن إن شاء الله الأيام اللي جاية تكون أيام سعيد على الجميع وطبعا سعيدة على جمهير النادي الأهلي ومدينة الحبيب إن شاء الله وبالتوفيق لكل فرق النادي الأهلي وخاصة الفريق الأول والحداشر يا أهلي وإحنا في انتظارها وكل التوفيق ومرات الدوي وبنشكركم شكرا جزيلا والأهلي في رمضان كل سنة أنا ببقى أكون سعيد جدا جدا معكم وسعيد معك يا محمد وسعيد معك أستاذ محمد كل سنة ونطيبين يعني عيات سعيدة على الجميع كل سنة كابتنهاني بنقول لك كل سنة طيب وعيات سعيدة عليك وعلى كل وأن المسيحين في مصر كل سنة وإحنا كلنا طيبين كل سنة وإحنا طيبين كل سنة والأهلي بخير كل سنة والأهلي مجمع كل حبيبه وعشائه قدام شاشة واحدة بس هي شاشة قناة النادي الأهلي نشوفكم في حلقات جاية أكيد لسه مستمرة من الأهلي في رمضان ونتمنى نكون أسعدناكم ونتمنى نكون قدمنا رسالة مهمة جدا ويظل النادي الأهلي اشتركوا في القناة